ومن جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير الإعلام أن إدارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لفريق البحرين في مختلف التحديات شهد لها العالم بأسره بالتميز والإنجاز مشيدا سعادة وزير الإعلام إلى أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضرب أروع الأمثلة في الإدارة المتميزة وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات الوطنية وشدد سعادة وزير الإعلام على أن سموه يؤمن إيمانا تاما بأهمية تعامل كل مؤسسات الدولة مع الإعلام بكل شفافية لما للإعلام من دور مهم في تنوير المجتمع والنهوض به في مختلف المجالات وانعكس ذلك جليا خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا حيث كانت ولا تزال حكومة مملكة البحرين بقيادة سموه على تواصل مستمر مع الإعلام عبر نقل كافة المستجدات بالأرقام وبكل شفافية ما أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لمواجهة هذه الجائحة العالمية وثمن سعادة الوزير رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة وما تضمنه لقاء سموه مع الفائزين بالنسخة الخامسة وتأكيد سموه على دعم الصحفيين بما يحقق تطلعاتهم ومالهم والوقوف إلى جانبهم فيما يقومون به من جهود مسؤولة للبناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية مشددا سعادته على أن دعم سموه الدائم للصحافة والصحفيين وسام فخر واعتزاز على صدر كل صحفي واعلامي في مملكة البحرين وتأكيد على الدور المسؤول والتاريخي للصحافة الوطنية العريقة في تنوير الرأي العام ودعم مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة وأكد سعادة وزير الإعلام أن الصحافة الوطنية ستظل ملتزمة بتوجيهات سموه السديدة في أداء الرسالة الصحفية والعلامية بكفاءة وإخلاص وتطويرها بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويحافظ على أمنه والسقراره وتقدمه ويصون هويته الثقافية وعاداته الأصيلة لكل ما فيها الخير والاززهار لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ترجمة نانسي قنقر